مشروع اتفاق السخرات الذي اقترب من حلول الذكرى الثانية لتوقيعه لا زال الليبيون ينتظرون أي ثمار لقطفها من ورائه فالبلاد لم تشهد أي تحسن أو بارقة أمل على أن الاتفاق كان مشروعا صائبا وقابلا للحياة المشهد ضببي والسيادة لا حرمة لها فالكل يتدخل ويمول وله أتباعه بالداخل وهم حصرا تابعون له واليوم نشهد تدافعا من الكلمات بين مختلف الساسة من مختلف التيارات والتوجهات فرئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج من جهة وأعضاؤه المتناحرون من جهة أخرى ورئيس البرلمان المنحل وأعضاؤه وحتى العسكريين السابقين باتت لهم اليد الطولة في السياسة وانضم إلى ركب الساسة المرشح السابق لرئاسة الحكومة عبد الباصدق طيط وكل هؤلاء يخوضون في السياسة ومماحكاتها ولكن لا أحد منهم قدم مشروعا لإنقاذ الوطن الذي صارت تتلاطمه أمواج الأجندات الخارجية وفي هذا الخضم ووسط تلاطم الأمواج على مركب السخرات بدأ ركبه في البحث عن طوق النجاة بالقفز تباعا من المركب الذي أضاع البوصلة واتضح أنه لا بر أمان لهذا المركب وبحسب مراقبين فإن موسم الاستقالات التي بدأها عضو البرلمان المنحل مصطفى بوشغور تأتي تحضيرا لموسم الانتقالات فأعلن مصطفى بوشغور استقالته من مجلس النواب المنحل وتبعه محمد معتوج نهيك عما يحدث بالمجلس الرئاسي المقترح وبحكومة البرلمان المنحل وهذا يدل حسب مراقبين على أن اللاعبين الدوليين يسعون لمزيد من الفوضى وإرباك المشهد وفق ما تقتضيه سياسة خلط الأوراق المتبعة اشتركوا في القناة